إنسانياً أعرب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية يانس ليركا عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء حياة المدنيين المتبقين في مدينة الحويجة العراقية بعد العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من تنظيم داعش الإرهابي تعرب المنظمة الدولية عن قلقها البالغ إزاء حياة المدنيين المتبقين في مدينة الحويجة العراقية وزاد عدد الفارين من القتال من سبعة آلاف شخص في الأسبوع الأول من العملية العسكرية إلى نحو 12500 شخص حتى مساء أمس ثلثا عدد النازحين موجودون حاليا في مخيمات في محافظات صلاح الدين ولينا ووكر كوك العدد الدقيق للمتبقين من السكان في الحويجة ما يزال مجهولا وقد يصل إلى 78000 شخص نؤكد وجوب حماية المدنيين في جميع الأوقات والسماح لهم بالخروج من الحويجة بأمان